لكن انت ممكن تاخد راحة فترة وتيجي تلعب ورا بعد كتير جدا جدا فهتلاقي اجهاد كتير هتصاب بالاجهاد ده امر طبيعي وبديه جدا فبالتالي انت مضطر تتعامل مع كل هذه الامور لما تيجي تبص على كام لعيب عشان تعرف بس الاجهاد ازاي بيصيب اللعيبة يعني مثلا عمر السلية من اللعيبة تقيلة اوي من احسن اللعيبة في مصر وافضل لعب في مركزه جوه مصر يعني ومن افضل لعب في افريقيا مش ببالك ومن اهم اللعب في منتخب مصر كمان ده كان برح مش قادر يرفع رجل والراجل بساطه كتير ما كانش في حالته ما كانش في حالته في مرات امبارح وده كان شيء طبيعي بسبب الجهاد لما عمر السلية كان مع المنتخب جي من المنتخب لعب على طول كاسعلم مع الاهلي في وقت وجيز جدا رجع مع الاهلي ولعب مبارات الهلال السوداني بشكل اساسي فمجهد حمدي فتح مجهد من اللعب المهمة جدا جدا يعني من تاني اكتر من احمد عبدالقادر هل احمد عبدالقادر تعم برح هو احمد عبدالقادر تعمتش الهلال السعودي لا طبعا السبب ايه الجهاد فالموضوع صعب علينا شوية السنة صعب شوية وشويتين كمان لان انت حتقابل مطشوات كتير جدا وربعت بضغط كبير وده النقطة اللي عايز اتكلم فيها مع كل جمهير النادي الاهلي في الحقيقة واحنا بيبقى دايما كلنا كأهلوية كناس بتحب النادي لازم يكون لنا دور في نجاح المنظوم كل واحد بدور الجمهور الاعلام الاهلاوي المنجلس الادارة جهاز الفاني كل الناس دي ليه هدور فاحنا عشان نبقى مع بعض كده على الخط خلال الفترة اللي جاي انا هعرض لحضراتكم جدوى المطشوات ترجمة نانسي قنقر